تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة صورة النتائج الحاسم اللي بتسجلها فرق الرياضة في كل المجالات بتظل عالقة في أذهاننا للأبد كذلك ما بصاحب هاي النتائج من احتفالات وانفعالات بتظلها دائما قادرة على صدمتنا ولا يمكن تنبؤ بطريقتها فالعواطف جياشة وما حدا بيقدر يسيطر عليها في الثامن من أكتوبر لعام 2017 في استاد الجيش ببرج العرب واجه المنتخب المصري نظير الكونغولي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في روسيا والجميع بيذكر هدف محمد صلاح القاتل وهدف الفوز وهدف الصعود فمات مالك شخص اسمه محمود عبدو نفسه وهو من دويل احتياجات الخاصة فركض بسرعة غريبة رشاقة عظيمة ورغم انه بيساق واحدة وما بيقدر يمشي الا بعكازين قفز عادي جدا ونزل مرة أخرى بطريقة ما بيقدر عليها أحسن اللاعبين واللي عندهم لياقة عالية الصورة انتشرت هزت مشاعر المصريين والعرب والعالم والهبت حماسهم قصتها هاي الصورة شرحها أكتر المصور اللي التقتها عزة السمري اللي بيقول في يوم المباراة رحت على أستاذ الجيش في برج العرب رحت مبكر وأخذت موقع وتمنت اني بقدر ألتقت أي صورة بتصير فيها انفعالات جماهيرية وأنا لاحظت وصول جماهير من دوية الاحتياجات الخاصة ولاحظت مكانهم وهم يوصلوا بعدي بثلاث ساعات وبضيف بعد ما تأكدت من تأهل مصر الموليديال فوجئت بهذا الشاب وخلال ثواني معدودي يقوم بحركة ما توقحها على الإطلاق وبحكي عن نفسه لقد حزنت كثير في أولها لأني ما لطقت اللقطة لأنه فاجأني بس بعدها بشوي الشاب ما خدني وأدى الحركة مرتين من جديد فقدرت أخذ هذه الصورة إلى اللي انتشرت وبتكلم المصور عن هذه الصورة إنها بتعبر عن فرحة كل مصري الجميع بتمنى يعمل هيك الاتحاد المصري لكرت القدم أكد إنه الفيفا اعتمد الصورة كلاقطة معبرة تجسد وتكشف كرت القدم أدال للأمل والإرادة وحيستعملها دائما في ترويجه لفكرة تأثير كرت القدم الإيجابي على العالم طبعا هذه الصورة دولتها مواقع عالمية ادى والها كثير ناس في شبكات التواصل الاجتماعي هي بتورينا قداش حب وطنك بخليك تفرح وقداش حب منتخبك حب فريقك بخليك تفرح وقداش كرت القدم قادرة تسعد الجميع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر